السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم حابا يبقى لبعملين ايه اهلا بيكم في فيديو جديد من يوميات ساعة دولة النهاردة بقى انا هاعمل معاكم احلى بليلة باللبن والاشطا اعمل معاكم الحلبستة او حمص الشام بطريقتين مفيش اسهل من كده قومي بقى تشجعي كده واعملي كده لولادك في البرد ده انا لقيت العيال قاعدين كمشنين كده من الساعة قلت لأ لازم اقوم بقى اعمل لهم حاجة كده تدف فيهم وحاجة كده يحبوها وحاجة تبقى مغزية وتنفعنا في اليومين اللي احنا فيهم بتهشتة والبرد دول قمت عملت الحلبستة وقمت عملت البليلة باللبن والاشطا يلا بسرعة نروح على الفيديو نشوف هنعمل ايه اول حاجة معايا هنا انا كان عندي امح خلاص كان عندي بتاع ربع كيلو امح كده وعندي حمص الحمص ده وانا جماعة بلدي البلدي الحبية البلدي بتبقى احلى من الحبية التانية الحبية البلدي بتبقى صغنطوطة كده وبتكبر بس ما بتكبرش قوي انا نقعتهم الاثنين كده غسرتهم غسيل حلو نقيتهم طبعا من اي رواصب كانت فيها ونقعتهم ايه يعني ايه خمس ساعات كده على الاقل يعني اول ما تصحي الصبح كده وعلى العشاء كده تقوم ايه تقوم اعملها لهم اولا وهتعملها تاني يوم تكون نقعها مثلا من بالليل خلاص نقعتهم الاثنين اهو اه القمح والحمص جبت حلة معايا هنا نظيفة صفيت القمح بتاعي هنزل بيه في الحلة كده واحط علي كمية من المية تمام يكون مصفية حلو ويكون مخصول حلو لان يا جماعة الحاجات زي بتبقى فيها راملة كده خلاص وطبعا عشان صحتنا وصحت اولادنا لازم نعمل كل حاجة ايه يعني بنضافة كده وكلكم نضافوا شطرين ربنا يحفظكم يا رب هنزل بكمية المية دلوقتي على القمح بتاعي خلاص وادروا باكلوا قمح كان عندي وانا جبت ايه جبت الحمص ده بقى عليه قلت اعمل لهم صنفين يعني ماشي هرفع ده على النار وهجيب الحمص نفس النظام شوفوا الحباية البلدي مهما بتكبر بتبقى وسط كده ما بتبقاش ايه التانية بتفرش كده وبتبقى كبيرة قوي على فكرة خلاص حطيت كمية المية وبرضو هروح هرفعه برضو على النار تمام تمام قوي كده اول ما الحمص بتاعي هيبدأ يغلي اول غلويتين كده هو مش هيخد مني وقت خالص 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 ليه لان انا نقعي معايا كباية عصير طماطم هنا متصفية لازم تكون متصفية خلاص هنزل بيها عشان تدينا اللون بتاع الحمص او الحلبسة اللي بنشوفها على العربيات والمحلات معايا هنا توب معايا مكعبين مرأة معايا شطة حسب الرغبة بتاعتك ومعايا كمون نزلت بيهم كلهم كده وطبعا هزبط الملح بتاعي خلاص واسيبه يدي بقى مع بعضه لحد ما يستوي قلب فيه كده تقليبة ادوب البهارات بتاعتي واغطي عليه واغطي عليه واسيبه هو مش هيخد وقت مني خالص ليه عشان انا كنت نقعاه تمام تمام قوي كده خلاص كده استوى معايا وبقى جميل جدا 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 واستوى وبقى يعني ما شاء الله عليك كده هنبدأ بقى ايه نغرفه معايا كوبايات بتاعتي انزل كده بيبقى وهو سخني كده واتزيل العيال على طول يدفيهم بدل ما هم قاعدين مكسلانين عن المذاكرة وكسلانين عن كل حاجة كمي بقى تشجعي كده وعملي كده لولادك ربنا يحفظهم لكم ويخلوه لكم يا رب خلاص معايا انا هنا بقى ايه معايا عصر لامون احط كده اللامون على الوش ولو حابة تزويدي شطة ممكن تزويدي الشطة حابة تعمليه دقة بقى اللي هي الدقة بتاعة العربيات دي انا اكتفت بالشطة لان الشطة بتاعتي حامية انا هجيب آآ شوية مية من بتاعة السليق وهنزل بيهم على عليها سنة طوم صغيرة وعصرة لمون وهنزل بشوية شطة حلوين هتبقى دي الدقة ايه اللي احطها على وش الكوباية بس انا محبتش الصراحة عشان خفتها على الولادة يعني اكتفت بالشطة اللي في الكوباية خلاص تحط لهم الشريموة تحط لهم معلقة كده ونركن ده على جنب ونشوف احلى بليلة باللبن والاشطة معانا دلوقتي احنا معانا هول قمح نضغ خالص واستوى على الاخر بقى حلو وشوفوا ما شاء الله وما غابش في السويه ليه عشان اعينه قبلها بمدة كبيرة عندي هنا ربع كيلو هو ده ربع كيلو بالزبط نزلت عليه بكيلو اللي ربع حليب حليب كامل للدسم يا جماعة عشان تبقى ايه حلوة كده وغنية زي بتاعة المحلات هنزل بكمية السكر زي ما يعني زي ما تحبي انت حطي كمية السكر بتاعتي انا هنا حطي التلات معلق كبار خلاص واحط شوية فانيليا هنزل بالفانيليا برضو ادوب السكر هنزل بالفانيليا الوقتي خلاص معي معلقة الفانيليا ها ولا بقى تشتري بقى علبة مثلا ايه بتاع ده بلي لب مثلا العلبة 15 جنيه ايه وبيتيجي مسلا تجيبي مسلا ايه كوباية الحموس الشمي حطولك فيها يعني ايه عشر حموسات كده والباقي ايه مية طب وليه هبدأ بقى ايه بعد ما دوبتو خلص وخادت غلوة عن نار هبدأ اغرفها برضو في ايه مية الكوباية في الكاز بتاعي هنزل كده بيا بسم الله جبنا العربيات احنا في بيتنا وجبنا المحلات في بيتنا واحنا قاعدين خلاص تمام كده غرفتها احط بقى عليها معلقة قشطة بلا دي كده حب انت تحطي القشطة مع الحليب حب بس كده احسن ليه عشان اللي مش بيحب قشطة وعايزة خفيفة يعني عندي ساعة الصبح ما بيحباش بالقشطة يجي الصبح يفطر منها يقول لي لا ما تحطي ليش قشطة بالليل عايزة تدفي الولاد بتحطي قشطة فاسيبها ايه سيب القشطة كده ايه للاخر احسن كان عندي هنا مكسطرات دكاج وبندق نزلت بيه كده بسيطة على الكوباية بتاعتي وباس كده عملت احلى صنفين شتويين في البيت ولا رحت محل جبت بليلة قمح وعملنا بنصد كيلو بليلة عملنا احلى حلبستة واحلى بليلة بالقشطة قمت شجعي بقى واعملي لولادك كده احلى صنفين في الشتة ده انا تلاقيال كمشنين كده وثق عنين طب قلت طب وليه امت دورت وضعبست ملقتش حمص بعدت جت وعملت والله العظيم هو والدنيا تمام خالص واحلى عشاء كمان العيال يوميا ما تعشوش اصلا تعشوك كده وخلاص تمام شوفوا جميلة ازاي والطعم والله العظيم حكاية 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 قبل ما ننهي ما تنسلش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات ساعة دوران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته